السلام عليكم احبابي كديري لبس عليكم تتمنى انكم تكونوا باخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله وانتو ما كتشوفوا الفيديو ديالي في احسن الاحوال اليوم فيديو جديد اليوم ان شاء الله غضي يكون واحد الفيديو اللي يزويين اليوم غضي نشارك معكم القود داي بطريقة اقتصادية وسهلة ومتنوعة وبإمكانك انك من القليل انك توجدي طبابة ديال قود داي مختلفة وكل شي ان شاء الله متوفر عندنا في المنزل بنسبة لأول مرة كيشوف القناة ديالي منساش انه يضغط على الشراك ويفعل جرس باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد وكذلك مرحبا بكم عندي في الانستغرام اللي بغي توصل معايا مرحبا والف مرحبا اول حاجة كنبدا بيها كما كتشوفوا معايا دابة في الفيديو انني اخديت واحد جوش ديال الحامدات بحكم ان الوقت دابة الحامد موجود تبارك الله متوفر وحتى الثمن ديالورخيص هنا غدي نستعمل الحامد غدي نحكى ديك جوج حامدات في الحكاكة الرقيقة غدي ناخد القشرة ديالهم وكذلك غدي ناخد العسارة وغدي نعسر ديك جوج حامدات حتى بالنسبة لما دقفة هوكيجي رائع دابة ان شاء الله غتمشيوا معايا باش نكملوا ان شاء الله تعرفوا شنو غدي نصوب ودابة هنا اياه غدي نبدأ نوجد اول حاجة غدي نستعمل في القوتي ديالي اليوم عندها واحد القوام اللي بسيط جدا غدي ندروا ان شاء الله كيكا في المول العجيب فقط بجوج بيضات كجيه شيشة بزاف وكجي غزالة ورائعة جدا حتى القوام ديالها يعني المكونات ديالها بسيطة جدا يعني متوفرة في المنزل انا كيما تعزيش غدي تنوضي غدي تصوب بها وكيجي كيما قلت لكم رائعة وغيب جوج بيضات فقط هنا اول حاجة غدي ندير هي انني غدي ناخد المول العجيب اكيد غدي ندهنو بحثوية ديال زبيضة اه مزيان وغدي نرشوب بالطحين ديال حلويات سافي وغدي نحطو على جانب وغدي نبدأ ان شاء الله نوجد لكيك ديالي غدي ندير اه اول حاجة غدي ندير هما جوج بيضات اه واحد شوية ديال مليحة وغدي ندير اه كاز ديال سينيدة معها مرش وغدي نبدأ في الطراب غدي نبدأ ان نطربها وانا كنضيف المكونات غدي نضيف اه كاز ديال الزيت وانا كنطرب مزيان حتى كنحاول ان اللون اه يتبدليه وفي نفس الوقت كتطلع لياديك لكيك غدي نضيف كداليك حتى الحامض مصر مزيان وانا كنطرب يعني ما نحبش من التطرب باش لكيك كتطلع تبارك الله كيما قلت لكم غيب جوج بيضات كتجي خطيرة ورائعة هنا ايه غدي نضيف دانون ديال الفاني وغدي نضيف اه نصف الكميه ديال القشرة ديال الحامض انا ديجا كيما قلت لكم شوتو معي انا نحكي جوج حامضات اه القشرة اللي اولى ديال القياس ديال الحامضة انا هنستعملها في الكيك و النصف الاخر غدي نستعمل في الكريما اللي غدي سوف نستعمل في الكيك اللي سوف ندير في المول العجيب. هنا سوف ندير الخنيشة السوسية بالنكهة الفانيلا. وهنا سوف نبدأ ندير طحين الحلويات. وخاء انهم غربوا لديك شي كنزيد انني كنغرب له باش نتأكد انه ما فيه شي حاجة كنغرب. تقريبا كندير القياس ديال طحين مئتين جرام فقط هي اللي كنستعمل. هنا انا متين وخمسين جرام ديالة في التبصيل. ولا اني انا عيني ميزاني في طريقة ديال تخلطة ديال كيك. اه ضروري انه اني مخصش تكون خفيفة بزاف ومخصش تكون تقيلة بزاف. اني انا غدي نوريكم تشوفوا اني المقدار ديالة كيفاش غدي تكون. سوف ان شاء الله وغدي نكمله غدي نزيد جوش اخمارات ديال الحلويات غدي نغرب لهم تهو وغدي نضيفهم فقط. يعني فيها مكونات اللي بسيطة ومتوفرة. اه جوج بيضات. اه كاس ديال السكر ديال سانيدة. اه مع مرش. كاس ديال زيت اه نباتية. وكاس ديال عصير ديال حامض مع مرش نسكويس. ديال هذه كل حامضات اللي عصرت. وكاس ديال فاني. ديال دانون ديال فاني. وشاصية وحدة ديال فانيلا. وجوج خمارات. صافي ومئتين جرام ديال تحين ايني بالعبار. كجي على تشكيل هذا الخالد كما اشتو معي ديال في الفيديو. انه خفيف. ما تقيش بزاف. كي يجع لها الطريقة هذه. صافي ديال ان شاء الله بإذن الله. غدي ناخد المول اللي انا ديجا وجده. دهنته بزبيضة وشوية ديال طحين. وغدي نخويل خالد ديالي فيه تمكينه مزيان. وغدي نحاول انني نوزعه لقد المول. صافي وغدي ان شاء الله غدي ديجا انا يا مجدر فران. يعني شعلته سوف نحن على واحد نهار مهيلة. بشك في لكاغي بني. بالنسبة للفرن ديال البوطا. ااااااااا وسوف يحدي تحميلها بانها بدأت تتحميلها من جناب. سوف يحدي تفعليها لتحت. وكنش على الفوق باش كدي التحميل مزيان. وهناي دابا غدي نوجد واحدة الحراشات صغار كي يجيبتين بمكادل المكونات لدي كيلو لارب السميدة رقيقة الحرشة ونستراء الحليب ونسكاز الزيت نباتية وشاصية الخمارة وشاصية الفاني هنا في طباسل سميدة لنقرس الحرشة بسم الله التوقع على الله سنضر ملحة ونقرس الملحة لقياس السميدة ونقرس السكر السانيدة ونقرس المدق الرائع ونقرس لون لنقرس حرشة الملحة للعرشة ونقرس الملحة للعرشة ونقرس الملحة ونقرس الزيت نباتية والحرشة سميدة جيدة مع الحرشة يجيو رائعين ويجيو هشاشين ويجيو ارتطبين بزايف وهاهم شي انهم مكونات ديرهم يعني اقتصاديين وضغية يعني دغية كتوجد سير بلاس يعني ما كتاخدلكش الوقت بزايف وفي نفس الوقت كما قلت لكم اقتصاديين وزوينين ويجيو بنانين ارتطبين هنا يكي ماشتوا معي بعدما بستهابديك الزيت النباتية والفاني والسكر والملحة مزيان ونضيف عليها الخمارة ديال الحلوة ونضيفها سافي ونبدأ نخلط المكونات بالحليب ونضيفه تدريجيا شوية بشوية حتى نخلط المكونات كاملة وبالنسبة للطريقة ديال الخالد ديال الحشاء فهي تجيو حشي شوية خفيفة ونخليها واحد لمدة ديال العشرة ديال الدقايق بدما تشرب السميدة ديال الحليب ونشاء الله غدي نتلقى باش نوريكم الطريقة كيفش غدي نطيبها وده بان شاء الله غدي نمشيون ونوجده الكريمة اللي غدي ندير في الكاك ديالنا تهيبنك هاد الحامض كتجي رائع وكتجي زوينة اول حاجة عندي هي عندي واحد يطرو ديال الحليب غدي ندير اطرو ديال الحليب ووجوج معلقة ديال السكر سانيدة وغدي ندفع عليهم القشرة ديال الحامض المحكوكة اللي كنت ديجا خليت وغدي ندفع عليهم وحدة ديال سكر فانيلا وغدي ندفع عليها واحد ديال فلون ديال البنك هاد الفاني كيجي رائع البنات وكيجي خاطير هاد الكريمة هاده كتجي رائع بلنك هاد الفلون وبلنك هاد الحامض كتجي زوينة بزاف وهنايا غدي ندفع الكريمة باتيسياغ ثلاثة ديال معاقلية الكريمة باتيسياغ هي بامكانك انك تديري غينشا انا ممتوفرش عندي خدمت الكريمة باتيسيار تاييك تجي رائع بها جدا او لا الى ما كانت متوفرة عندك الكريمة باتيسياغ ولا نشا يمكنك انك تستعملي الطحين الطحين الارطب ديال حلويات هنا كما اشتري معايا خلطت المكونات كاملة وغدي نحركها مزيان كيجي الصراحة هاد الكريمة هاده كيجي رائع بزاف 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 ده من شاء الله غدي نرضها فوق النار متوسطة مع تحريك المستمر حتى كتبلينا الكريمة ديالنا انها بدأت كتغلي كيجي رائع بانها وجدات وهنا يركي كهية وجدات وتحمرات اول حاجة غادي ندير باش غادي نقوم بتزين ديالها غادي قبل ما ندير الكريمة الوسط ديال المول عاجيب اه اه اخديت واحد جوج معالقة ديال اه اه الكوكب السائل الاخل كوكب السائل اللي كيدر في حلويات اه الا كان عندك متوفر ما كانش متوفر ما كانش متوفر يمكن لك انا كيدرين الكوكب العادي اللي اللي كاللي كاتتسعملي في الدار كزيد علي واحد جوج معالقة ديال المسخون وكاترك المزيان صافي باش كيدوكب سوف ندهن الكيكة كاملة من جنب كما تشوفوا معي كلها ونزينها بالكوك بحكم ان الحامض يجي مواتي مع الكوك بالزيف سوف نزينها بالكوك مزيان حتى نكمل الكيك كاملة الآن سوف ندف الكريمة كما تشوفوا معي أنها سخونة وسوف ندهنها دية المون العجيب هذه الكريمة هي الكيك رائعة واقتصادية تجي بحل قطن تجي زوينة وبنينة وبينك الحامض تجي الطب يمكنك ان تدير هذه الكيكة تطبيق الكريمة كريمه في شكالداليا تضعها 1 ماداق اروع كريمه يزويه بالكريمه ويجي غزاله اقتصاده في نفس الوقت ورائعه ده بغن خلي الكريمه ان شاء الله تبرد في الكيك وده برجه هنا الحرشه ديه ونالقيتم ها موجده سافي ده ان شاء الله باش غدي نبدأ نطيبهم ديجار ديت المقلى لوحد النار ليمهي لغدي تبدأ تسخن سافي وشكلتهم على شكل كويرات صغيرين غادي نديرهم في ديك المول الدائري باش غادي ناخد العبار ديال الدائرة يجيني نفس القياس نفس العبار باش يجي كذلك حتى نفس المنظر غادي نديرهم في السميدة الرقيقة سافي وغادي نبدأ نصاوب وحيدة وحيدة على المقلى حتى غادي نكملهم كاملين يعني علاقة المقلى اللي عندي سافي وغادي نبدأ نطيبهم على نار مهيلة وانا ساعة ساعة كان كالقلب فيهم حتى يتحمر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة